اشتركوا في القناة اياتها الدنيا نشيدي وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي انت عهد عالق في كل ذنة رايتي رايتي يا نسيجا حدته من كل شمس اخردي خفيقة في كل ذنة امتي امتي في النحين البأس يا مصدر بأسي وافكريني لدي يا اكرام امك عشت ايماني وحبي اممية ومسيري فوق جربي حابية وسيبقى نبض قلبي امنيا لن ترى الدنيا على ارض وصي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلم الله اجمعين محمد بن عبدالله الصادق الامين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد اخواني الضباط وصب ضباط وجنود مخور الرزامات الواحر بواحد بمحافظة صعدة الاخوة الحضور جميعا كلا باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا الصبح الوحدوي الجميل وفي هذا الاحتفال الرائع بمناسبة حلول الدكرة الثالث والثلاثون لقيام الوحدة اليمنية الخالدة في الثاني والعشرين من مايو أيار الف وتسعمية وتسعين مين شطري اليمن الذي عاش عقود عديدة في ظل حالة من التمزق والتشطير والاحتراب الداخلي وذلك بفعل الاستعمار جنوبا والإمامة شمالا حتى بعد قيام الثورة 26 سبتمبر في شمال اليمن وثورة 14 أكتوبر في الجنوب استمرت هذه الحالة حتى جاء اليوم الحاسم في يوم 22 مايو 1990 الذي أعاد اليمن واليمنيين صفا واحدا وقلبا واحدا تحت راية واحدة وإسما واحدا وأرتفعت راية الوحدة الأبدية في سماء العاصمة المؤقتة عدم وعمة الأفراح والمسرات كل شبر من الأراضي اليمنية الأخوة الضباط والصف والجنود الأبطال إن الوحدة بين المسلمين فريضة شرعية واجئ وواجب وطني وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب والوحدة ليست حديثا عابرا ولكن كان الحدث الأبرز والأهم في أوائل التسعينات القرن الماضي مرون في ظل التحقيق والتشرف والإنقساب العربي الإسلامي فكانت اليمن صانعة التحويلات الوحدوية والشمعة المضيئة ولم يرد أن يكون الاستعاريات وطنقصة 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 اليمن الجديد وطنقصة الصراعات والإنقسامات والفتن والفوضى التي عملت وبشكل كبير في زعزعة الأمن والأمان والاستقرار وتهديد الشعب اليمنين في دينه ووحدته المقدسة التي ناضل من أجلها الشرفاء وأوريقك من أجلها الدماء الطاهرة أيها الأبطال المقاتلون لا أطير عليكم فالحديث عن اليمن قبل الوحدة وأثناء الوحدة الاندماجية وبعد الوحدة حديث ذو شجود ولن نستطيع إعطاءها حقها من السرد والتعبير المعلوماتي وذلك لحلق التاريخ السياسي والثقافي ولكني من هنا من محور الرجامات في نواة حرب واحد في محافظة صعدة أدعو مجددا إلى وحدة الصف الوحدوي اليمني وإلى تناسي المشاكل وصراعات الماضي البغيض وكلنا أخوة وكلنا مسلمين وكلنا يمانيون من أصل واحد فلنحافظ على الأقوة وعلى الوحدة وعلى الجمهورية فأدونا مشترك ونحن اليوم نقاتل جميعاً ولابد من إعادة الجمهورية وإنهاء الإنقلاب الرافضي الإمامية المتخلف في شمال الشمال ولابد من عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية وليترك البعض الترويج لثقافة الحقد والكراهية والمناطقية وأغنيكم مرة أخرى بهذه المناسبة الوحدة